تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ البيان الصادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين والذي أكد من خلاله جهوزيتها واستعدادها التام للتصدي للمجموعات الإرهابية التي تتعرض لدوريات الأمن ورجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم في حفظ الأمن ومجلس الشورى يشيد بالحس الوطني الذي يتمتع به منتسب قوات دفاع البحرين بقيادة معالي المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين لا يؤكد دعمه ومساندته لجميع الإجراءات التي تحمي وتصون مكتسبات الوطن وتحفظ أمنه واستقراره معربا عن استنكاره للتصعيد الخطير والمستمر الذي يستهدف حياة رجال الأمن معتبرا هذه الأعمال الخارجة عن القانون تتعمد إلحاق الضرر والأذى بسمعة الوطن وتهدف إلى النيل منه في وقت نحن أحواج ما نكون إلى أن تتضافر فيه جهود المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته لتعزيز دولة القانون والبناء والتنمية والسلم الاجتماعي إن مجلس الشورى لا يؤكد على أهمية الأسس التي أرساها المشروع الإصلاحي في المملكة وترسيخه للوسائل الدستورية والقانونية للمؤسسة التشريعية وجميع السلطات ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة كل القضايا المتعلقة بقضايا الوطن والمواطن في إطار الشرعية والقانون وبعيدا عن الطرق والأساليب غير المنضبطة داعيا جميع مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الوطنية لتحمل مسؤولياتها بالوقوف صفا واحدا في وجه محاولات نشر ثقافة العنف في المجتمع البحريني المسالم والعمل على ترسيخ ثقافة دولة القانون والتسامح لمعالجة جميع قضايا المجتمع ضمن هذا الإطار لأن هذه المواقف القانونية هي وحدها القادرة على تعزيز منهج الأصلاح وحماية المكتسبات الوطنية والنائب البلاد عن أي منزلقات خطيرة وضارة بالوطن والمواطنين وترفضها المبادئ الإسلامية السمحة ولا تنسجم مع العراف والتقاليد المتأصلة في المجتمع البحريني